إذن أيضا مع الهجرة يا دكتور حاتم يعني هذا المشهد كيف تراه؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني هو إمام المهاجرين لأن الهجرة اقتضت من إبراهيم معظم حياته إبراهيم قضى حياته كلها منذ مرحلة الصبا هذه التي خرج على إثرها من بلده في العراق ومن وطنه وإلى نهاية حياته وطوافهم في الأرض فطواف ببلاد الشام وعشرات البلاد قرى ومدنا في بلاد الشام ستجد في تاريخها أن من أسسها هو خليل الله إبراهيم كم مدينة وكم قرية اسمها قرية الخليل أو مدينة الخليل عشرات فإبراهيم نشر العمران إبراهيم عليه السلام كان يذهب وها السيدة سارة التي تزوجها وخرج بها من بابل يذهبان إلى مكان الأماكن فيحفر إبراهيم بئرا ويزرع زرعا ويبني بيتا فيجتمع الناس أن تعرف الحياة البدوية يجتمعون الناس فيكون عمران ويدعوهم إلى الله فيؤمنون فيتركهم وينتقلوا لينشئ وطنا جديدا وسالثا ورابعا وعاشرا لم تقل له نفسه مرة يا إبراهيم لمن تترك البيت الذي بنيت أو البئر التي حفرت أو البقرة أو الإبل التي ربيت أو الزرع الذي زرعت في كل مرة ينسلخ من هذا كله لله رب العالمين يمر على القبائل يمر على الرعاة على الرحل يدعوهم إلى الله ينشر الإيمان في كل مكان حتى وصلت به هجرات وهذه إلى حدود مصر فلك أن تتخيلن إبراهيم خرج من العراق مطوفا بيئ القرى والمدن قرية قرية ومدينة مدينة وصحراء بعد صحراء إلى أن وصل إلى حدود مصر كم يعني بلدا زار إبراهيم وكم بلدا أنشأ إبراهيم ثم وصل إلى حدود مصر وأراد أن يدخلها داعيا لكن هو يعلم أن مصر فيها نظام سياسي مختلف وفيها مدنية وحضارة وقوات أمن التنقل فيها والدخول إليها ليس كالانتقالات التي عاشها فيما سبقها فأعد للأمر عدته ويعني على تخريج الإيمان بن حجر فإن ذلك كان بوحيه من الله عندما استوقفوا على الحدود بعداش إبراهيم على طول من على الحدود ألقي القبض عليه وسيق إلى الملك مباشرة للتحقيق معه فقال من هذه معك؟ قال هذه أختي هل لأنه كان زاع خبره يعني وانتشر حتى وصل إلى مصر ولا لأنه جاء بأمر يخالف عقيدة المصرية وأن الله سبحانه وتعالى قدر لإبراهيم أن زيارته لمصر لن تتم وأن لهذه الزيارة أثرا واحدا هو أن يأخذ هاجر ويعود بها لأن هاجر ستكون أما لولد جديد تكون في زريات النبوة ليس فقط النبوة إنما الرسالة الخاتمة ويكون من زرياته العرب المستعربة هو سيدنا إسماعيل فقبض على إبراهيم ماذا تريد لماذا جئت إلى مصر؟ قال أنا تاجر جئت في طلب الرزق ومن هذه معك؟ قال هذه أختي طيب تفضل لكن السبب ليه؟ يعني ليه ما قالش زوجتي؟ والله أنا بقول لحد لك هو أنا مستريح جدا للتخريج اللي بيقول إن ده كان وحي كان تكليف إلهي آه تمام؟ أو لأن هذا الملك ربما له بعض المؤرخين قالوا إنه هذا الملك فعلا كان من شأنه إنه كل امرأة جميلة يأخذها ويقتل زوجها آه فقال له إبراهيم إذا كانت متزوجة ده في مصر قال له إبراهيم هذه أختي يعني تفاديا لهذا فقال طيب تفضل انتظر بالخارج وأنا يعني هتكلم مع السيد أختك كلمتين كده وأراد أن يعني يعتدي عليها أو ينال منها فكان كلما اقترب منها غلت يده إلى عنقه فتدعو له سر ربها فيفرج عنه ويكررها وبعدين قال لا لا تعالي اكتجر إيه أخته إيه القصة موضوع فيه سر فأخبرته سر أن من بالخارج هو زوجها وأنه نبي أرسله الله إلى الناس وأنه جاء إلى هنا من أجل الدعوة فدع إبراهيم وتكلم مع كلام كويس وقال له إحنا والله يعني بالعبارة المصرية إحنا ظرنا النبي فعلا يعني ويا إبراهيم إحنا هنكرمك ونعطيك ما تريد وزيادة لكن على شرط أنه لا تفكر في دخول مصر ولا تعود إليها مرة أخرى أبدا يعني تخرج بالبلد آه يعني إحنا عندنا مصر جوه نظام ديني عندنا أنبياء كتير على فكرة الأنبياء إذا كنت أنت نبي واحد إحنا عندنا جميت نبي جوه مش عايزين أنبياء من بر دين اكتفاء ذاتي فشارط إبراهيم على ذلك وأعطاه طعاما وأعطاه ناقتين محملتين وأعطاه جارية قال هي خير جواري القصر وأخذها إبراهيم وعاد بها إذن رحلة مصر كلها كان الهدف منها أنه يرجع بهاجر لأن القدر يرتب لمصر نبيين قادمين كبيرين سيكون لهم في مصر شأن عظيم يوسف عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام نعم طيب يخرج إبراهيم بهاجر ويعني أنا بس هنا هل هنا تم قواعد بيت المقدس في الرحلة الأولى للشام ولا إحنا كده لسه ليحين على المشهد ده لا ما هو إبراهيم عليه السلام عاش حياته في أكناف بيت المقدس ما مضى من حياته كله كان في أكناف بيت المقدس وإن كان بيت المقدس سترفع يعني قواعده بعد ذلك بعد ذلك يعني هو كان في المكان منطقة المباركة ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الأرض مش إلا المسجد نعم صحيح بعد كده لما هيجي الكلام عن موسى عليه السلام وعن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يبقى المسجد الذي باركنا حوله إنما الآن الأرض المباركة لسه المسجد ما رفعتش قواعد وإن كان وضعت أصول القواعد قديما بعد 40 سنة من وضع قواعد البيت المقدس